لو عايزة تعمل كولاجين طبيعي للبشرة يبقى الفيديو ده ليكي هنعمل النهاردة مع بعض كريم حلوة قوي المكونات كلها بسيطة وموجودة في البيت. ما شاء الله الكريم ده نتيجة فعالة حلوة قوي لحب الشباب. لو في حب شباب هيمنع تقريبا زهورها. كمان هيقل التجاعد والخطوط الدقيقة. عشان في نسبة عالية من فيتامين جيم. كمان اللي زيوتو الطيارة اللي في البقدونس بتقضي على البكتيريا والفطريات اللي في الوش يعني هينطف الوش كده او البشرة بتاعتك ويخليها مشاء الله حلوة جدا. كمان هيشيل التصبغات والهالات السودة. فو مشاء الله فويد البقدونس حلوة قوي. اول حاجة كده انا بخسل طبعا البقدونس دي ربطة من البقدونس بخسلها بتتقطع كده بالسكينة. زي ما انتم شايفين. مشاء الله الوصفة سهلة ومكوناتها كلها بسيطة. والفويد بتاعتها مشاء الله حلوة قوي. باخد كده البقدونس بعد ما بقطعه بحطه في ايه ايه حاجة ينفع نرفعها على النار. عشان ما نستخدمش حاجات كتير. هحط على البقدونس حوالي كباية ونص من المية المغلية. هغطي يعني كمية البقدونس عندي بمية كونسخنة مغلية. وهغطي بقى البقدونس بغطى كده هاغطي الكسرولة دي بغطى. واسب كده البقدونس منقوع حوالي ثلاث ساعات او اربع ساعات. انقعي كده البقدونس حوالي ثلاثة او اربع ساعات. بعد الثلاث او اربع ساعات البقدونس بتاقديه تضرابيه في الخلاط او بالهند بلندر. المهم تضرابيه كويس. علشان انا عايز المية بس بتاعة البقدونس. يعني انا هصفي الوقتي واخد المية بتاعته. مصفة كده نعمة وصفيه كويس. اللي هيطلع من البقدونس التفل اللي هيطلع من البقدونس ده ممكن تعملي به سكراب حلو جدا. هضيفيله معلقة من القهوة. تقليبيه كده عليه. وتعملي كده سكراب للوش قبل ما تعمل المصك بتاعك. برضو هتبقى النتيجة بتاعته حلوة قوي. بس يصفيه كده من المية اللي فيه كويس جدا. انا بصفي كده كل المية اللي فيه وبحاول كده اضغط كده علشان اخد انا عايزة استفيد بكل اللي في اللي في البقدونس. بصفيه كويس جدا كده واخدي كل المية اللي اللي نزلة منه. بعد ما صفيته بقى كويس هرجعه تاني في الكسرولة عشان هحطه على النار. هاخده بقى احطه على النار. بصتوا ما شاء الله كده بقى صافي. يعني فيش في اي حاجة. هاخده بقى هضيف له الاول معلقتين من النشا وبعد كده طبعا نرفعه على النار. كده على البارد كده هو لسه على البارد كده يعني كده لسه المية بتاعته آآ لسه بردة ما هي السخنة. باخد معلقتين من معلقة صغيرة. اللي هي معلقة الشاي يعني. معلقة صغيرة. باخد معلقتين بس من النشا. ما تقطريش النشا علشان انا عايز القوام بتاعه يكون قوام كريمي مش عايزي بقى تقيل. بدوي بالنشا الاول فيه كويس وبعد كده بحطه على النار والنار تكون هدية خالص. ممكن تعمليه كمان على حمام بخار. بس تاني هنا اشغلت النار وهدتها خالص وطبعا ايديا كده فيه باستمرار. لحد كده ما بقى القوام اللي انتو شايفينه ده. القوام ده حلو جدا ما ينفعش يبقى اتقل من كده. عشان هو كمان لما بيبرد بيتقل اكتر. هنا سبته لحد ما برد خالص زي ما انتو شايفين لازم الكريم يبرد خالص او البقدونس اللي احنا عملناه ده الخليط بتاع المية البقدونس والنشا يبرد معاك خالص قبل ما تضيفي لي اي اضافات. بعد كده هضيف له معلقة من عسل ده عسل النحل الابيض هتضيفي كده معلقة برضو معلقة الشاي كده بس تكون حلوة كده مليانة من العسل. العسل طبعا ما شاء الله في فوقية حلوة او كمان للبشرة بيرطب البشرة وبيبيضها كده وكمان بيقلل من التجاعد وكمان برضو بيعمل ان هو آآ بيمنع برضو او بيقلل من حب الشباب. وكمان يعني حروق الشمس بيعالج حروق الشمس دي. فالعسل ما شاء الله مفيد برضو كواس جدا للبشرة. كمان هنا بضيف معلقة من زيت اللوز الحالو. معلقة برضو صغيرة. كل دي معلقة صغيرة كده من معلقة الشاي. طبعا كل حاجة بضفها بدمج كده كل المكونات مع بعض. برضو اللوز ما شاء الله حلوة او برضو. زيت اللوز حلوة او برضو في الترتيب وفي التفتيح. وبرضو بيشيل التسبغات. ما شاء الله برضو حلوة او البشرتك. بعد كده بقى في برطمان كده يكون نضيف ومتعكم. وبتفضي الكريم بتاعك. وبتحفظيه في البرطمان. تقدري تحفظيه في التلاجة لمدة من اسبوع لعشر تيام. بتستخدم الكريم كل يوم بالليل. بتستخدم الكريم بتاعك. طبعا بتخسيلي بشرتك كويس. لو تقدري تعملي اسكراب قبل ما تعملي قبل ما تحطي الكريم بتاعك. طبعا بيكون افضل. بتاخدي كده كمية من الكريم. وطبعا بتعملي تدليق كده لبشرتك سواء ليدك او لوشك. ما شاء الله حل وقوي. تقدري تحطي منه كمان تحت العين. بس لما تيجي تشيليه آآ من تحت العين بلاش تشديه. يعني تبقي تغسليه علشان الطبقة اللي تحت العين ديره اياء جدا. هنا غطيته وهحفظه في التلاجة وكل يوم بالليل بنستخدم منه. بتستبيه طبعا على البشرة بتاعتك حوالي نص ساعة لحد ما ينشف معاك خالص كده وتقدريه تشديه كده. آآ زي ايه المسك كده يعني. وانتي بتشيليه كده كل بقى التصبغات وكل الرؤوس السودة. اي حاجة في البشرة طبعا بتطلع معاك. ما شاء الله حلو جدا. لو بشرتك حساسة آآ ممكن تغسليه بالمية عادي. مش لازم تشيليه كده. ما شاء الله هو حلو قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. استمروا عليه مدة وان شاء الله يجيب نتيجة معاك. هو من اول مرة انتو هتلاحزوا الفرق. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو. ما تنسوش تحط اللايك لو عجبكم الفيديو وعملوا اشتراك للقناة. فعالوا الجراس شنو وصل لكم كل فيديو جديد انا بنزلهم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو جاي. باي باي.